اهلا بكم يا اصدقائي مع سلسلتنا الادوار القصيرة الخالدة وسنراها من بين ابطال العالم ضفنا في هذا الفيديو هو الروسي فلاديمير كرامليك بطل العالم الرابع عشر وحصل على بطولة العالم سنة 2000 تبعا لرابطة اللاعبين المحترفين عندما فاز على كسبروف وعندما عادت رابطة اللاعبين المحترفين الى الفيدا وقيمت بطولة العالم فاز بها سنة 2006 ليصبح بطل العالم الرابع عشر حتى جاء أناند في 2007 ليخطفها منه وفاز سلاسة مرات بالميدالية الزهبية للفرق مع روسيا بالاضافة الى سلاسة ميداليات فردية متنوعة والدور الذي سنراه أمام أرونيان تميز بالنقلة الجديدة روك جي ايت التي فشل أرونيان في الرد عليها والدور الذي سنراه فاز بالمرتبة الرابعة فأفضل أدوار 2010 ونترقب هذا الموقف بعد الروك دي وان طالب الروخ فما هي نقلة كرامنيك التي أدخلت الدور التاريخ أرونيان بالأبيض وبعد اي فور ورد كرامنيك اي فايف نايت اف سري نايت سي سيكس بيشوب بي فايف الطابق الأسباني او الريلوبز وبالطابع كرامنيك راد بالنقلة الشهيرة نايت اف سيكس دفاع برلين ودي النقلة اللي فاز بيها على كسبرو في سنة 2000 في بطولة العالم الحصان طالب بيدا اي فور والأبيض بيحميه بيشوب سي فايف بيشوب سي سيكس دي سي سيكس كاسل كوين اي سافن ووصلنا للموقف الأول في الدور الأبيض لو لعب النقلة المعروفة نايت دي تو حيرد بالبيشوب جي فايف ويربط الحصان على الوزير ولذلك أرونيان لعب ايتش سري ليمنع المربع وهنا كرامنيك بيقول ان النقلة دي حللها جيدا وبعد حوالي سنتين من التحليل وجد الرد الصحيح القوي روك جي ايت الأسود بيحمي بيدا جي وبيساعده في الدفع إلى الجي فور والجي فايف ويفتح الأعمدة أمام الملك ولو الأبيض لعب ببطء مثلا للنقلة سي سري عشان يلعب الدي فور الأسود حيبادر بالجي فايف طالب الجي فور والأبيض لو أخد البيداء حيفجه بالنقلة بيشوب ايتش سري بيضحب الفيل في سبيل فتح العمود جي وبالفعل بعد أغز الفيل وفتح العمود جي هيلعب هنا ايتش سيكس طالب الفيل المربوط على الملك وحيسترد القطعة بموقف هجومي قوي للغاية ولذلك أرونيان ابتعد عن العمود بكينج ايتش وان وكرام نكمل بالنيت ايتش فايف المرة دي طالب الجي فايف والبيداء محمي جيدا بقطعتين وبالفعل بعد سي سري طالب الدي فور كرام نكبدأ في الهجوم بالجي فايف طالب الجي فور وأرونيان كان محضر النقلة نايت اي فايف بيفوز ببيداء لأنه طالب الحصان ولو الاسود أخذ على ال اي فايف هتبقى نقلة سيئة لأنه هيكمل بالدي فور طالب أحد القطعتين وطالب القطعة التالتة وانقلب السحر على الساحر وحيخرج فائزا على الأقل ببيداء وبالطبع كرام نك ما أخدش الحصان إنما كمل بنقلته المعروفة جي فور طالب يكسر على ال ايتش سري ويفتح العمود والأبيض هنا لا يستطيع الفوز ببيداء لأنها هتكون نقلة كارثية فبعد الأقص ومعودة الأقص هيذهب الوزير لل ايتش فور بتشك كينج جي وان نايت جي سري طالب المات ولا يمكن منعها لأن البيداء لا يستطيع الأخص لأنه مربوط بالفيل على الملك إذن لا يستطيع الأبيض أخص البيداء وبما إن حصانه مطلوب فلعب جي فور بيحمل حصان وطالب الفيل وهنا الاسود لو تسرع وأخد بيداء ال ايتش سري طالب ياخد على الجي تو بتشك هتكون نقلة سيئة لأن الأبيض عنده الرد المناسب بجي سري ولابد أن يفوز فهو طالب الفيل وأيضا الحصان بينما بيداء ال ايتش سري هيكون درع واقي أمام الملك الأبيض وبالطبع كراملك ما أخدش على ال ايتش سري إنما تراجع بالفيل والاسود لو تهديدين إما أخذ الحصان والفوز ببيداء أو ياخد على ال ايتش سري ويفتح العمول ومرة أخرى لا يستطيع أخذ البيداء واللي هتكون نقلة كارثية فبعد الأقص ومعاودة الأقص كوين ايتش فور تشك كينج جي وان كوين ايتش تو تشك ميت إذن تراجع الفيل نقلة قوية والأبيض رد بالجي سري والاسود أخذ الحصان وبعد الأقص استرد البيداء وأصبح متعادل ماديا لكن له موقف قطير فطالب ياخد على ال ايتش سري مع تضحية الحصان على ال جي سري وفتح الأعمدة على الملك الأبيض اللي أصبح في موقع حرك ولذلك كوين دي فور طالب تكسير الوزيرين لكن الوزيري الأسود ببساطة تراجع وأصبح التهديد هو ال ايف فايف طالب البيداء وحيفتح الوطر على الملك لكن التهديد الأكبر هو الأغز على ال ايتش سري وفتح العمود جي ولذلك لعب أولا ايتش فور وهنا جاءت السي فايف طالب الوزير اللي لابد أن يتراجع للدي سري ليمنع ال ايف فايف لكن أرونيان ذهب بالوزير للدي فور وبعد الدور بيعلق الدونسة التهديد بال ايف فايف وكراملك بلق في التلاعب بي بي شوب اي سيكس طالب الوزير اللي ذهب للبي فايف بتشك وبعد سي سيكس طالب الوزير الوزير تراجع لل ايف فور ليستطيع التراجع لحماية الملك لاحظ ان قطع جناح الوزير الأبيض ما زالت في أماكنها الابتدائية بينما ملكه بيتعرض لخطر بالغ وبالفعل بعد ايف فايف اصبح الموقف لا يطاق فالأبيض لا يستطيع الاغس وإلا حتكون نقلة كارثية لأنه فتح الوطر الطويل على الملك والاسود هيبدأ بتضحية الحصان بتشك بشوكة للملك والرخ ولابد من الاغس وهنا البيشوب دي فايف اتشك قاطلة لأن بعد كينج جي وان حتجي كوين اي تو طالب المات ولا يمكن منعها غير بالرق اف تو لكن هنا كوين اي وان اتشك لابد من التراجع الرخ وبياخد البيداء بتشك ميت إذن الابيض لا يستطيع أخس البيداء على أي حال الابيض بدأ في إخراج قطعه بتمبو بالبيشوب جي فايف طالب الوزير لكن مثل هذه النقلات بتؤجل فقط النهاية المحتومة لأن كراملك لم يضيع وقته وضحى الرخ وبعد الأقص لعب اف فور البيداء السوداء بدأت تتقدم والاسود بيهدد بأقص بيداء الجي فايف والوصول للملك وأيضا طالب بيداء الجي سري ولو الأبيض أخذ حياخد بشوكة للملك والرخ والأبيض ليس لديه دفاع كافي ولذلك تراجع بالوزير ليساعد في الدفاع عن الملك لكن الاسود استفاد من هذا التراجع بروك دي ايت طالب الوزير والرخ دخل للعب والوزير ذهب للسي وان طالب ياخد على الاف فايف لكن البيادئ بدأت في التصرف وأخذ على الجي سري والبيادئ أصبحت قوية للغاية والأبيض لا يستطيع التخلص منها لو أخذ البيداء حياخد بالحصان بشوكة للملك والرخ وبعد كينجي جي 2 حياخد الرخ والملك لا يستطيع الأقس وإلا حتجي المات بالبيشوب سي فور لاحظ مرة أخرى أن القطع البيضاء سابتة في أماكنها لا تستطيع تقديم التعاون والملك بالطبع لا يستطيع الزهاب لعمود الإي وإلا حياخد البيداء بالشيك وحتى إذا كينجي جي 1 حياخد البيداء والأسود حيفوز فالأسود بيهدد بكوين إي 2 وروك دي 1 إتشيك أو مثلا البيشوب دي 5 والمات على الجي 2 أو كوين إتشوان إتشيك ويفوز بالوزير إذن أخذ البيداء نقلة كارثية وإخراج الحصان أيضا حيمنع حماية الوزير للبيداء والوزير حياخد البيداء وحينفرد بالملك اللي لابد أن يتلقى المات ولذلك أخرج الحصان عن طريق الإي 3 وأصبح على أي حال الوزير والرخين مترابطين وبالفعل بعد روك دي 3 الرخ دخل للعب وطالب ياخد والرخ حيذهب للعمود إتشي بتشك ولن ينجو الملك ولذلك روك دي 1 طالب التخلص من الرخ وده الموقف المرسوم في مقدمة الفيديو ومن هنا الدور دخل التاريخ يا ترى إيه هي نقلة كرامناك الرائعة كرامناك ترك الرخ ولعب بيشوب دي 5 وهنا الكمبيوتر أعطى فص صريح للإسود النقلة دي فايدتها هي وضع الفيل على وطر الملك ولكن فايدتها الأهم هي فتح الطريق للوزير للأخذ على الإي 5 ورغم أن الإسود له قطعتين مطلوبتين فالأبيض لا يستطيع الإختراب من أيهما إذا أخذ الرخ هياخد بالوزير بتشك والملك بالطبع لا يستطيع التحرك وإلا كوين جي تو تشك ميت ولذلك لابد من التغطية بالبيدأ وهنا هياخد الرخ طالب البيدأ والمات لا يمكن منعها والأبيض حتى لا يستطيع حماية البيدأ وإلا هياخد بالفيل بتشك ولابد من الذهاب للجي وان وهنا كوين إسري تشك هتنهي الموقف فلابد من التغطية بالوزير وحياخده بمات إذا لا يستطيع أخذ الرخ وأيضا لا يستطيع أخذ الفيل وإلا كوين إي فور تشك كينج جي وان وهنا هياخد بالشك وبعد الأخذ روك إف سري تشك كينج جي وان روك جي سري تشك كينج إف وان كوين تشك كينج إي وان روك تشك كينج إي تو روك تشك لابد من التراجع والمات على الإيتو إذن البيشوب إيفايف أنهت الدور على أي حال الروليان كمل بإفسري بيدعم البيداء لكن من هنا البيادة أخذت المبادرة وأخذ على الإفسري والبدائين أصبحوا في منتهى الشراسة بيقتربوا من الملك ومرة أخرى الرخ لا يستطيع الأخس وإلا حياخد البيداء طالب الرخ لكن تهديده الأكبر هو بالإفتو تشيك ميت وحتى إذا الرخ ربط الوزير حيكمل بالإفتو تشيك ولا جدوى من أخذ الوزير بتشيك لأنه حياخد بالفيل بتشيك ميت والبيادة المتوحشة بتكمل المهمة إذن لا يستطيع أخذ الرخ وأخذ الفيل وهنا كراملوك بدأ في وضع الرطوش الأخيرة بكوين إي تو طالب المات من مربعين وأرونيان لعب آخر ورقة في جعبته بروك إي وان بربط الوزير على الملك ولا يستطيع التحرك لكن جاءت النقل السحرية اللي أكبرت الأبيض على التسليم يا ترى إيه هي البيضة المتوحش تقدم بتشيك وهنا الأبيض سلم فلا جدوى من المقاومة الملك له مربعين إذا ذهب للإتشي تو حيرقي بتشيك ودي كش مزدوجة ولابد من الأقص وهنا الإفتو إتشيك حتنهي الموقف فلابد من الابتعاد وحياخد الرخ بوزير بيتشيك بينما إذا ذهب للجي وان حيسهل المهمة بالإفتو إتشيك وهكذا ولذلك أرونيان سلم وكرامنيك دخل التاريخ بهذا الدور الذي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم به وإلى اللقاء في فيديو قادم مع دور ربما أكثر إثارة وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك